رحة والعافية نعود إلى أوقات الكراهة فينا نعم الأختمة الله تسأل نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام نبيه ذكر سلاسة أوقات عليه الصلاة والسلام حين تشرق الشمس من وقت شرق الشمس حتى بعد اختفاعها في السماء بقض الرمحين أو رمحين على روايتين قدر ذلك من عشر دقاق إلى سلس ساعة فهذا وقت لا يجوز أن يصلى فيه إلا في صلوات مخصوصة أو صلوات ذات سبب على تفصيل في ذلك وبين النبيه الصلاة والسلام أنه تشرق بين قراني الشيطان وكان يسجد له كان الكفار يسجدون له ستقول طيب هو حد يسجد الآن للشمس طيب كلام ده كان للصحاب هو كان الصحابة يسجدون للشمس من دون الله لكن هذا من باب سد الزراعة هذا أمر تعبودي أمر تعبودي وعندما تميل الشمس للغروب قبل غروب الشمس أيضا بنفس التوقيت من عشر دقاق إلى سلس ساعة وقبل أذان الظهر أيضا بنفس التوقيت لنبيه قال عليه الصلاة والسلام هذا وقت تسجر فيه جهنم ولا أعزو الله أيضا قبل أذان الظهر من حالي عشر دقاق إلى سلس ساعة أوقات الكراهة ترجمة نانسي قنقر